في الفترة من التاسع إلى الـ 11 من فبراير 2019 قام وفد الرفيع المستوى من الأمم المتحدة ضم كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيدة من دوكيتا ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية السيد مراد وهبة ومساعد الأمين العام لعمليات دعم بناء السلام السيد أسكار فرنانديز قاموا بزيارة إلى دارفور وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الممثل الخاص المشترك لبينميد السيد جرمايا ماما بولو وقيادة البعثة شملت زيارة الوفد منطقة سيروتوني بولاية شمال دارفور بالإضافة إلى زانينجي وغولو بوسط دارفور حيث التقى الوفد بالسلطات الولائية والإدارة الأهلية وقيادات النازحين ركزت الزيارة على عملية تحول عمل الأمم المتحدة في دارفور على ضوء تقليص بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة باليونميد وقال والي ولاية شمال دارفور بالإنابة مروان التجان الطيب إن لقاءه بالوفد ناقش مجمل الأوضاع الإنسانية والعودة الطوعية للنازحين بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإنسحاب التدريجي لليونميد من دارفور وانتقال المهمة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجالات التنمية والحلول المستدامة وقال السيد مروان التجاني إنه قدم شرحا للوفد حول استقرار الأوضاع الأمنية بولاية شمال دارفور واستعداد النازحين واللاجئين للعودة الطوعية إلى مناطقهم لقد شرحنا اللي بيسا مجمل الأوضاع الأرض الواقع من حيث الاستقرار الآن موجود من حيث الاستقرار العمني من حيث الاستقرار الأوضاع الأرض بصورة كاملة وكذلك من حيث استعداد عدة كبيرة جدا من المواطنين في إطار هذه المعسكرات العودة الطوعية سواء كانت معسكرات المزوهة الداخلية أو معسكرات الوجوء الخارج إلى مناطقهم وكذلك نورناه بمجهودات الحكيم وحكومة في إطار الأوضاع الطوعية وكذلك في إطار تبديم خدمات اجتماعية واضحة المعالم في جميع المجالات بصورة كاملة شكرا شكرا